اشتركوا في القناة حابب اني انوه لنقطة انو انا التوقعات تنقسم لثلاث مراحل المرحلة الاولى هي حركة الكواكب لهذا الشهر اما المرحلة الثانية هي تأثيرات الشمس وتوقعات الشمس لتنقلها في الابراج وشو بتأثر عليك اما التوقعات الثالثة وهي اللي رح تكون اوسعه ادق هي تقريبا شرح كل البيوت وكل بيت ايش بيأثر عليك ايجابياته سلبياته ايش اللي تاخذ فيه ايش اللي تحذر منه بالنسبة لحركة الكواكب خلال هذا الشهر الشمس موجودة في الحوت من 19-2 ورح تضل لغاية صباح يوم 23 عطارد بيتراجع في الحوت لغاية يوم 4-3 بعدين بيرجع للدلو وبيستمر في عملية التراجع لغاية يوم 10-3 وبعدين بيرجع للحركة الامامية في الدلو وبعدين بيرجع بنتقل للحوت مرة ثانية يوم 16-3 ورح يضل في الحوت لغاية نهاية الشهر اما بالنسبة للزهرة فرح تكون موجودة في برج الحمل لغاية يوم 5-3 وبعدين رح تنتقل باقي الشهر في برج الثور اما بالنسبة للمريخ موجود في برج الجدي لغاية يوم 33 وبعدين بينتقل للدلو المشتري في الجدي زحل موجود في الجدي لغاية صباح يوم 22 ثلاثة وبعدين بينتقل للدلو اورانوس في الثور نبتون في الحوت وبلوتو في الجدي اما بالنسبة للتوقعات بالنسبة لتأثير الشمس على برج السرطان خلال هذا الشهر بننجح في السفر والاتصالات البعيدة والمواضيع القضائية وعمليات الاستيراد والتصدير بما ان الشمس في برج الحوت الصديق يعني رح تتغير الظروف لصالحك وكثير من موليد السرطان رح يتحمسوا للسفر او رجوع للدراسة وما رح تنزعج من انتقاد او اعتراض البعض على افكارك لانك رح تقدر توصل الفكرة اللي انت بدك اياها بالوقت اللي انت بدك اياها انت جاهز انك تعيش تجربة جديدة ومميزة الحضوذ كثيرة وبتساعدك بتجربة كل شيء جديد ورح تلتقي بوجوه جديدة وتتعرف على اشخاص اجانب او من برى المكان اللي انت عايش فيه اما بعد عشرين الشهر هاي فترة امتحان اليك عشان ينعرف انك جاهز ولا لا يعني بنقدر نحكي فترة تقييم لوضعك يمكن يكون فيها اشي مصيري وفي منكم رح يقلق على احد الوالدين في فرصة لتحسين وضعك المهني وفي منكم بيبدأ في عمل جديد ومنكم بياخذ فرصة لتثبيت حاله يعني رح تكون فترة انتقال من حال لحال وبقدر ما بتجتهد بتلاقي هيك هاي بالنسبة لتوقعاتنا للشمس والشمس ايش ممكن تأثر عليك خلال هذا الشهر اما بالنسبة لكل الكواكب وتواجدها وايش ممكن تأثر عليك خلال هذا الشهر خلينا نشوف بالنسبة لبيتك الاول انا شايف انه الشهر اجمالا كامل مع هذا اللي هو اول يوم وثاني يوم نفسيتك شوي بتكون مش مرتاحة بتحس حالك انه هيك مكتئب او ما عندك طاقة انك تنجز اي شيء او تعمل اي شيء ما عندك حتى اهتمام بنفسك ولكن باقي الشهر عكس تماما شخصيتك نفسيتك طاقتك حيويتك عالي جدا عندك اهتمام بنفسك عالي جدا حتى بمظهرك او حتى بسلوكك او تغيير سلوكك حاول انك تستغل الفترة هاي او البداية هاي لتحسين مظهرك يعني بالانضمام لنادي او مراقبة وزنك او البدء بحمية او اي شيء من هذا القبيل اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف انه الشهر كله يعني بيتعلق على بيت المال فكثير من الامور المالية رح تكون خلال هذا الشهر بناحية ايجابية يعني بمعنى اخر اللي بيشتغلوا في مجال العمل الاضافي هم اكثر المستفيدين خلال هذا الشهر فيه منكو كثير اشخاص رح يحصلوا على هدايا او على امور فيها دعم مالي او مشاريع جديدة او ابواب جديدة بتدر عليهم اموال خلال فترة هذا الشهر حاولوا تستغلوها بالشكل الاجابي وحاولوا تقللوا من المصاريف والدفعات اذا عندكو بعض الالتزامات القديمة وحابين انكو تجدولوها او انكو تعملوا عملية جدولة او تقسيم جديدة للامور المالية الشهر هذا مناسب لطرح الفكرة او البدء بهذا الامر اما بالنسبة لبيتك الثالث فهذا الشهر يعني بدايته بكون فيه نوع من انواع الفتور ولكن انه في اللي من ثالث يوم تقريبا بتنشحن بطاقة عالية جدا بكون عندك كثير من التحركات والنشاط خلال هذا الشهر اللي عنده امتحان او مقابلة او مناقشة بقدر يقنع اي حد بوجهة نظره سرعة بديهتك عالية جدا في كثير من التنقلات والاتصالات خلال هذا الشهر عندك اهتمام بالاتصالات والمواصلات في منكو ممكن يطور سيارته او يستبدل سيارته او يشتري سيارة جديدة او يفكر في عملية التنقل من مكان لمكان باكثر من اتجاه او اكثر من مرة في خلال هذا الشهر اللي بيشتغلوا في مجال التسويق رح يبدعوا خلال الشهر هذا لقدرتهم على انجاز كثير من المشاغل وتسويق بضاعتهم بشكل سهل جدا ورح يكون في مردود مالي عالي جدا من هذه الامور رح يكون في اهتمام متواصل مع احد الاخوة وممكن يكون في فرح او مناسبة تتعلق في احد الاخوة خلال هذا الشهر ممكن يصير في نوع من التواصل مع احد الجيران لحل مشكلة قديمة اما بالنسبة لبيتك الرابع وهو الاهم انا شايف انه في كثير من المناسبات خلال هذا الشهر رح تدخل عليكم او على بيوتكم ممكن يكون في خطبة او زفاف او افراح داخل البيت ممكن يصير حمل عند احد النساء خصوصا في تفرحوا لقدوم مولود جديد بالفترة اللي هي بتتعلق بهذا الشهر كامل يعني ما في اي يوم فيه سلبيات عشان هيك بيت البيت هو يعتبر الاقوى في من بين كل البيوت والاهتمام رح يتركز على البيت بشكل كبير جدا في منكم ممكن يستأجر بيت جديد او ينقل على بيت جديد او يشتري حتى بيت جديد او ممكن انه اذا كان مسافر يفكر بالعودة لا بلده الام او لا بيته الام فيكون في عودة او سفر خلال هذا الشهر في منكم رح يهتم بالصيانات والتصليحات وتغيير ديكور داخل المنزل او شراء اثاث جديد اما بالنسبة لبيتك الخامس بيت العاطفي فانا شايف انه اول خمس ايام يعني هي القوية من ناحية العاطفي وممكن منكم يبدأ علاقة عاطفية جديدة ولكن ما رح تكون بالعلاقة الثابتة ممكن تتقلب وممكن ما تدوم لفترة طويلة اما بالنسبة للمتزوجين فبقولهم ديروا بالكو اثناء التعامل مع ازواجكو او الزوجات مع ازواجهم في كثير من الخلافات خلال هذا الشهر حاولوا انكم ما تكبروا الامور وما توصلوها لمرحلة القطيعة او لمرحلة التنافر او المشاكل اللي ممكن انها تتطور بشكل سلبي اي نقاش مع ابنائكو حاولوا انه يكونوا نقاش ودي بدون ما توصلوا للعنف اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف وضعك الصحي اول يومين بدك تراقبه بشكل جيد اذا استلزم الامر راجع طبيبك اما بالنسبة لباقي الايام الشهر فانا شايف انه ايجابي جدا اللي حابب يقدم لوظيفة او ينتقل من عمل لعمل الفترة ممتازة جدا وبتساعده بشكل ايجابي وضعك الصحي ايجابي ما في اي تطورات خطيرة الا اول يومين حكينا عنها حاولوا انكو تنجزوا اعمالكو ما تخلوا اعمالكو تتراكم عندكم اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفية فهو بضغط برضو على نفس المسألة مسألة الخلافات ما بين الازواج فحاولوا انكو تمسكوا عصابكو لانه ممكن توصل زي ما حكينا بتوقعات البيت الخامس انه توصل لطريق مغلق وممكن تصل لخلاف يوصل لحد نهاء انهاء علاقة اه بين المتزوجين فحاولوا تمسكوا عصابكو اثناء النقاش وما تخلوا الامور تحتد وتكبر لانه المسألة صعبة جدا وخصوصا اول 12 يوم من الشهر امرهم سلبي جدا وضغط جدا وفي بعض الايام برضو نفس الشيء بتكونوا حذرين اذا اعرض عليكو شراكي جديدي او عقدي جديد حاولوا انه يعني يا تدرسوه انا بفضل انكو تأجلوه للشهر القادم ولكن ان كنتم اضطرين بتكو تدرس العقود وتدرس المشروع بشكل جيد جدا لانه يعتبر تهور مش مغامرة او مجازفة لا تهور الدخول بمشاريع بالفترة هاي اما بالنسبة لبيتك الثامن فانا بقول لك دير بالك من المخالفات القانونية دير بالك من المشاكل القانونية يعني في منكو ممكن يزور محكمي لأول مرة او يزور مركز امني لأول مرة خلال هذا الشهر فحاولوا انه ما تحتدوا وما تدخلوا بنقاشات حدي ما تخالفوا القوانين ما تدخلوا بنزاعات مع رجال الامن لانه يعني الوضع سيء اجمالا في اول 12 يوم من الشهر وبرضو في اخر تقريبا خمس ايام من الشهر هذا لا يعتبر ان اسوأ ايام الى هذا الشهر في منكو رح يدخل بخلافات مع عائلية على مستوى ميراث او على مستوى استرداد حقوق حاولوا انكم ما تكبروا الامور في ايام افضل انكم تطالبوا فيها وتكون لصالحكم في بعض الاشخاص رح يصير مطالبات بنكية عليهم او التزامات بنكية يعجزوا عن استداد فيها او انه البنك يحجز عليهم او انه تتكاثف الطلبات عليهم البنكية حاولوا انهم يدبروا امورهم في اول 12 يوم يعرفوا يجدولوا ديونهم يفكروا بمنطق عقلاني في الامر ما يتسرعوا ويقولوا لا احنا ما بدنا نحل بتنحل الامور لحالها لان الامور ما رح تنحل لحالها في مشاكل مع دوائر حكومية مثل ضريبة او بنك او مؤسسات حكومية بتكونوا حذرين من هذه المشاكل خصوصا اول 12 يوم اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف انه الشهر هذا فيه كثير من السفريات التنقلات الرحلات العلاقة مع الاجانب الدراسة الامتحانات الاستيراد التصدير الامور القضائية يعني كلها هاي جاية بشكل ايجابي معاكم بتدعمكم ما عدا يومين او ثلاث ايام خلال الشهر هذا اللي هو بنقدر نحكي اللي هو يوم 15 16 ويوم 17 هدولا اصعب ايام على مستوى الدراسة والامتحانات والسفر حاولوا انكم ما تعتمدوا على الحظ نهائيا في هذه الايام حاولوا انكم تعتمدوا على دراستكم وجهدكم اما باقي الايام فهي لصالحكم في كل الامور اللي ذكرناها اما بالنسبة لبيت السمعة فانا شايف انه ضاغط جدا عليكم فحاولوا انكم ما تعملوا اي شيء يسوه سمعتكم ما تدخلوا في اي مغامرات او اي مجازفات انها تشوه السمعة تاعدكم حاولوا انكم تكونوا عقلانيين قدر الامكان ما تدخلوا باي خلافات او مشاكل مع زملائكم في العمل او رؤسائكم في العمل لانه طيلة الشهر بيت السمعة خط احمر يعني ضاغط عليكم بشكل كبير اما بالنسبة لبيتك 11 بيت العلاقات الاجتماعية والمناسبات والصداقات فانا شايف انه اول يومين هو اللي بكون صعب فيها واخر يومين اصعب شيء اما باقي الشهر فبيكون فيه نوع من انواع التواصل مع اصدقاء لالكم بيساعدوكم في مسألة معينة او بنشلوكم من مشكلة معينة بدعموكم في اتجاه معين ممكن مساعدات مالية او مساعدات معنوية في علاقات جديدة رح تدخل على الساحة كأصدقاء جدد كثير الشهر هذا رح يكون فيه بعض مناسبات وممكن دعوات لحفلة او مناسبة وتكون انت مميز ضمن الحضور اما بالنسبة لبيت متاعبك فانا شايف انه يعني مش كل الشهر متاعب ولكن انه اول من ثاني يوم من الشهر ولغاية اه نحكي اطنعش الشهر يعني هاي فترة صعبة جدا على بيت متاعبك ممكن تنضغط فيها اه نفسيا ممكن تتأخر عن دوامك او تتعطل عن دوامك حاول انه ما تعمل هذا الاشي انجز الاعمال الموكلة للك حاول ما تغيب بدون سبب او مبرر لانه رح يفتح عليك ابواب انت بغنى عنها من المشاكل حاول انه ما تأمن لأي شخص ما تكشف سرك بالفترة هاي لانه ممكن سرك ينذاع فحكينا بيت السمعة في ضغط في نفس الفترة هاي فدير بالك انه سرك يطلع فيسبب لك بكثير من الحرج خلال فترة هذا الشهر هيك منكون انتهينا من توقعتنا لهذا الشهر والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء